تشق آليات ومدرعات أمريكية الطرق في محيط قواعد أقامتها فيرميلان والمالكية وتل بيدر والشداد وغيرها من المناطق ضمن محافظة الحسكة حضور قد يكون رمزيا في عديده لكنه أبعد من ذلك في مهمة النهب المنظم لأهم الثروات السورية نفطا وقمحا عدوان كامل الأركان يتطلب إطلاق مقاومة شعبية تقول عشائر سورية نظمت ملتقا لها في قرية خويلد على بعد كيلومترات من القواعد الأمريكية هذا الاجتماع وهذا الملتقى وهذا الاحتفال إلا هو رشالة عبر بها أبناء محافظة الحسكة بأنهم أقوى من الاحتلال وأقوى من الإرهاب وبأن المقاومة لازالت تعيش في دمائنا وفي أرواحنا الملتقى الذي اجتمعت فيه عشائر الحسكة انعقد تحت عنوين أبرزها رفض وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي شمال البلاد وشرقها رمزية عالية في التوقيت تزامنا مع ضائقة معيشية فرضها الحصار الأمريكي وقصف تركي امتد من عين العرب شمال حلب حتى تلتمر شمال الحسكة والآن أتينا لنشدد على المقاومة ضد المحتلة التركي والأمريكي وإن شاء الله سنكون رديفا أساسيا للجيش العربي السوري أتينا لنقول لنرفض وجود الاحتلال الأمريكي والاحتلال التركي ونقول لهم إن شاء الله ذاهبون إلى مزبلة التاريخ لأن هذه الأرض هي مقدسة هذه وحررت بجهود هذه العشائر من أيام العثمانية لأيام الفرنسية وإن شاء الله الآن نحررها نحن كمان انعقاد المؤتمر في قرية خويلد الشرق الحسكة بهذا الحضور العشائري يأتي ردا على محاولات الأمريكيين وحلفائهم في قصد التقرب من المكون العشائري ورفضا لاعتبارهم حاضنة لأي احتلال وتأكيدا لثقتهم بعودة سيادة دولة على كامل جغرافيا البلاد الرفض العشائري للاحتلالين الأمريكي والتركي هو الدفع باتجاه مقاومة شعبية فاعلة ومؤثرة عاملان رئيسيان في أي تحرك لاستعادة الدولة سيادتها على أراضيها وثرواتها تحرك بدأ يصبح أكثر الحاحة في ظل الحصار والتضييق الغربيين على السوريين محمد الخضر دمشق الميادين